أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تبدل كافة المساعي مع الشركاء للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة قبل حلول شهر رمضان الكريم وذلك بالرغم من ضيق الوقت جاء ذلك خلال مشاركة شكري في فعاليات منتدى أنطاليا الدبلوماسي الذي تستضيفه تركيا وحضر شكري من عواقب أية عملية عسكرية إسرائيلية برية في مدينة رفح الفلسطينية محذرا كذلك من الخطورة المتزايدة لامتداد رقعة الصراع في المنطقة كما شدد وزير الخارجية على أن مصر حافظت منذ يوم الثامن من أكتوبر الماضي على أن يظل معبر رفح مفتوحا إلا أن الجهود المصرية المستمرة لإيصال المساعدات لقطاع غزة قوبلت بعراقيل تحول دون إنفاذ تلك المساعدات